قلت لي لما خطبتي أول مرة خطبتي غرتي من جارتك من ابن جيرانكو لأنه هي خطبت فبدك تخطبي وأهلك لا كانوا موافقين على الخطبة ولا على التركة أمتى تاني مرة أخدتي قرار ارتباط؟ وكم مرة حبيتي عموما؟ حبيت بعد منا ابن الجيران بعد ما جيت على طرطوس حبيت ابن جيراننا كانوا ساكنين باليعني كان سطحون على بلكونتنا مثل ما بيقولوا كان في سطح ما في حدا فوقهم كان في سطح ينشروا عليه البرغل في يا ياسمينة في يا دالية فكان وقتا جايين أنا وبنت عمتي من لبنان بعدنا جايين ومستأجرين هيدا البيت فكان في شابين واحد أشقر واحد أسمر قلت له شو أنت أي واحد؟ حجست ما كنت ما كنت عارفة أنه رح نحب نحنا مراهيقات عرفت شو؟ أي واحد بدك تحبي؟ قالت لي الأشعر قلت له أنا الأسمر أوكي بس يعني ما أنا مفكرة أني رح أحبه يعني هلأ أنا ولا مرأسة كنت حبي كصرت تطلع في تطلع فيني هاي دول الشغلات يلي بيحكوا عنه يزبتلي ياسمينة يزبتلي وشوكولاتة هيك يسمعني فيروز بلاش تحبه حبيته بس كان مسيحي حبيته ست سنين ست سنين؟ ايه ومين كان بيعرف هالقصة؟ كل العالم كل العالم كل العالم وكل الجيران وأهلي وأهله وأخواته واللي معه واللي ضد لأنه كان فيه أنه مشروع ارتباط يعني أنه بدنا نرتبط وهكي بعدين طبعاً أهله أبداً أبداً رفضوا رفضاً قاطعاً أهلك أهلي أمي رفضت بس ما كانت بالأسوى يعني كانت تحكي معي أنه بمنطق أنه يا أمي بالمنطق الواعي اللي بيخص التبعات لأنه أنا أم أمي مسيحي نعم فقالت لي نحن عانينا يعني وقت بيكون فيه اختلاف اختلاف بالطوايف الأولاد ما بيعودوا بيعرفوا هنه لمين يعني فمشان الأولاد ومشان شو كذا أهله أبوه وقته قال له أنه أنا بحرمك من الورتة ومدري شو مدري من هالحاكي وقال لأمي أنه مطلبي ما معناه أنه أنه أنت يعني حكي مع بنتك وكذا ومن هالحاكي هو يعني هو وقف مع أهله يوميته بتذكر أنه يعني حكا معي يومت أنا كنت بقمة حبي لأله حكا قال لي أنه أمك كيف هيك بتحكي مع أبي أنه هي ما بتفهم بتحكي معه تقول له لأنه شو قاطلوا قاطلوا هادو الأولاد نحنا بنا نجي يوم بالمسايرة ما بصير يعني خلينا نجي يوم حتى ما يتحدونا أبنك ما رح يرد أنه سألت له ورتي وما ورتي أم يعني قال له أنه أنه أنت معناه تواقفة مع بنتك فأجر عم بيقلي هو أنه كيف هيك أمك بتحكي طلحت فيه هيك أنه كيف هو هيك عم بفكير سألت من عيني ومن قلبي هنا حسيت أنه صدق صدق باسل سألت من قلبي انتهوا سألت من قلبي لأنه ما فهمة لأمي يعني حسيته كثير صغير قدام المحبة الكبيرة اللي أمي عم تحكي فيها والفهم والوعي الكبير اللي هي عم تحكي فيها حتى لو قلت لي سألت من عيني ومن قلبي بس ما فيك تنكر أنه ست سنين أكيد ضليتي وقت لتجاوزتي يوم ما هو ست سنين ما كانوا كلهم يعني بمبي كان فيهم مشاكل طبعا كان فيه أخذ وراد وكان فيه ترك ورجعة وكان فيه فما كنا نحنا ست سنين أساسا كنا نشوف بعض بثلاثة شهر مرة لأنه هو كان يدرس بمكان وانا كنت بمكان هني بلقيه ست سنين لو لو لم يعترض الأهل بوقتها بتقولي يا ريتون ما اعترضوا لها بتقولي منيح اللي صار هيك حتى عرفت كيف ممكن يوقف معي أو يصير موقف كيف بدوا يتعامل معهم لا أنا يعني ما فكرت بهاي الطريقة ما فكرت لو أو ما لو أو كذا بس هلأ أنت عم بتقولي أنه فكر بها الطريقة لا أكيد لا لأنه أنا بعدين تعرفت على حياة تانية وحبت حدا كتير حبيت ولا هلأ بحبه يلي هو جوزي يعني وبعدين هو بعد منا يعني بعد ما هيقلت له خلص يعني خلص كل شي سافر برات البلد وبعد ما أنا صار يبعت لي مكاتب يعني رسائل ورائية بتذكر آخر مكتوب كنت أنا حابة هادي اللي هو جوزي أنه بقلت له أنه أنا حابة وبعدت له أخبار أنه أنا ما مرد أنه لأ تعيب بسحابك لعندي ومدري شو كذا أنا بتذكر أنه خزأت المكتوب كبايته ببردة وأنه خلص يعني انتهى الوضوع انتهى الوضوع انتهى الوضوع اشتركوا في القناة